افتتح محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عدداً من المشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بتكلفة تزيد عن 21 مليون جنيه وشملت المشروعات وحدة صحة طب الأسرة بقرية الكوم الأحمر ومدرسة بدهل الإعدادية الثانوية بنزلة سعيد ومدرسة عزبة نطير للتعليم الأساسي اشتركوا في القناة بهذه القرية نفس الوقت عندنا دلوقتي مدارس بنفتتحها بدل المدرسة كذا مدرسة منها طبعاً مدارس تعليم أساسي